وعرائس يعني ناس كبار يعني في حياتهم العادية بينزلوا يخرجوا ويتأخروا ويتخنقوا يعني شخصيات اعتبارية انا نفسي بقى حكاية اولياء الامور وخصوصا الامهات اللي بيصعبوا علي اللي بيوقفوا قدام باب اللجنة مستنيين المحروسة او المحروسة خلاص يا جماعة خلاص وبعدين فيه موبايل هو اول ما يطلع اه يا ماما انا جاوبت على اربعة سئلة وسبت خمسة عادي خلاص يعني عرفنا الحدوتة وفهمنا ايه الحكاية لا والله الحمد لله تقول له لا اله الا الله يقول له محمد رسول الله وخلصنا انما يعني الراجل الطيب الجميل ده اللي قاعد كفاية تعبوا السنة كلها والدروس الخصوصية وودى البنت ورجع البنت وبيعودوا طبعا يقروا لهم قرآن ويدعوا لهم كل هذه الاشياء انا بقى اوناشد السادة اولياء الامور لو سمحتم العيال كبرت خلاص سنين وتلقى يعني في اماكن اخرى غير الاماكن انت شايفينها دي الامات قاعدة في الشمس على الرصيف برا طول الوقت وحر وعطشانين وتعبانين كل ده علشان تشوف وطب ما هو ممكن يخرج يقول لك يا حاجة انا عملت هايل او تخرج تقول لك الحين يا ماما بادلوني وتعط عيات عشان ما تقول لاش انتي جاوبتي ولا ما جاوبتيش انما انا يعني بيصعب علي اولياء الامور بجد الناس بتتعب وبتشأة وهم بيمتحنوا زي العيال بالزبط يعني هم بيروحوا كل يوم وشايلة لها السندة وتشات وشايلة لها ازاست المية والموبايل والحاجة بتاعتها وكل الكلام خلاص يا جماعة ده دي الشابة دي او الشاب ده داخل الجامعة بقى بعد كده كل سنة وحضراتك طيبة عندنا محاضرات من تسعة الصبح لتسعة بالليل على ما بارجع وتبي تشوفين انا فين فارجوكوا اعودوا في البيت لانه زمان كان معقولة ما تقدرش تعرى او ايه لازم تطلع او ايه يطلع يروح صيدلية يلقى تليفون يتكلم يقولك يا ماما او يا بابا انا عملت ايه انما دلوقتي على طول وهي خارجة وفيه فيستايم تشوفي شكلها والشاب منور بعد الامتحان كان سهل وتلت التسعة كام وكل وهي منورة كده زي البدرة ايه وكل حاجة انا بيصعب علي اولياء الامور ارجوكم ارجوكم خلاص اول يوم اللي هي اليوم اللي فيه رهبة اليوم الصعب اليوم اللي بنكسر فيه الاحساس بالامتحانات تاني يوم وتالت يوم بقى يروح ويجي لوحده تروح وتيجي لوحدها خلاص كل ساهم طيبين ارجوكم لانه فعلا هذا المشهد يعني اظن انه مالوش مثيل في اي بلد معرفش يعني عشان مفتيش بس بس ما ظنش فيه في اي بلد الا مصر قلب الاب وقلب الام مع العيل او العيلة غير طبيعي غير طب بيخافوا بيقلقوا وتصحى من الصبح وتصليلها الفجر وتدعي لها وتجعيز لها الفطار وتهديها بالليل قبل ما تناموا حاجة سخنة وينسون ونعنعوا طب ماشي خلاص قمت بقى بالواجب كفاية المصاريف والتعب وتعب الاعصاب والبهدلة مع المدرسين والحواديد دي خلاص ابهات بصراحة يعني قاله واجب النهاردة حتى في يوم عيد الاب اقول لهم كل سنة انتوا طيبين ابهات محترمين انما خلاص ده بحشة ده ده السنة الجاية يخش كلية الشرطة ولا كلية الحربية ولا كلية حقوق ولا تجارة انجلش الحاجات اللي زي الفولي دي كلها ان شاء الله يبقوا تمام يعني نتابع اليام الجاية ما زال حديث الناس